السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلاً و سهلاً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 و أعمل حدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سلم هنتكلم في الجزئية رقم 4 شرط الرقم 3 عن برضو بقية التصنيفات إحنا صنطنا و شرحنا يعني إيه مثل Matrix Composite دلوقتي هنتكلم عن Ceramic Matrix Composite و هنتكلم عن Polymer Matrix Composite Ceramic Matrix Composite السراميكيات بشكل عام معروف عنها أنها Hard and Brittle طيب لما كن هي Hard and Brittle يعني ما فهاش Actility يعني ما تتحملش الشد عشان كده بنحض حديد تسليح في الخرصانة المسلحة هو يتحمل الشد والخرصانة تتحمل Compression وبكده يكمله بعض لأن دائماً أبداً لما نيجي نتكلم عن Composite Material نقول هو عمل الفريق دي عمل الفريق؟ كل واحد ليه دور مختلف عن التاني و بدعمه بعض كفريق واحد يبقى الماتريكس is relatively Hard and Brittle طبو رينفورسمنت قالك رينفورسمنت must have high strength to arrested crack cross لازم أنها تكون التنساة للسراميس أقود الشد بتاعتها عالية علشان تقدر تمنع نمو الكراكس اللي ممكن تحصل طيب بما أن الرينفورسمنت هتشيل الشد يبقى لازم تكون حرة الحركة ليه حرة الحركة؟ عشان تدى تاخد وتدي أو تتفاعل أو يعني تستوعب بمعنى صح أي stress تتحمله الماتيريال ليه؟ عشان يبقى لازم تكون الرابطة بين الاتنين ضعيفة عشان تسمح للرينفورسمنت إنها تتحرك كده وتمتص الصدمات تمام؟ أو تمتص أي stress ممكن تتعرض دين الماتيريال لأن لو كانت الرابطة قوية كان ممكن تقدي إلى شروخ أو تضاعف عملية الشروخ اللي تحصل داخل الماتيريال وبالتالي تكون نقطة ضعف مش نقطة قوة أما البوليمر ماتريكس كومبزيت إحنا قلنا إن الماتريكس بتاعتها soft and flexible تمام؟ طيب ماذا عن reinforcement يبقى reinforcement must have high strength and stiffness طيب بما إن اللود اللي هتتعرض له الماتيريال أو كومبزيت ماتيريال بوليمر كومبزيت ماتيريال هينتقل من الماتريكس إلى reinforcement يبقى لابد أن تكون الرابطة قوية بين reinforcement و الماتريكس ترجمة نانسي قنقر